لا تزال حادثة استهداف الجيش الوطني في مأرب تحتل اهتمام اليمنيين وتتصدر أولويات حديثهم أسئلة كثيرة تثار حول ملابسات الهجوم من يقف وراء الحادثة؟ وما الذي منع ميليشي الحوثي من تبني الهجوم إن كانت هي من نفذته؟ تأخذ الأسئلة غير المجابة أبعادا متعددة من قبيل لماذا معسكر الحماية الرئاسية بالذات كان الهدف وما دلالات أن يأتي الهجوم قبل تحرك تلك القوات باتجاه عدن وفقا لاتفاق الرياضي الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي وبعيدا عن البحث في ملابسات الهجوم هناك أيضا تكهنات عديدة حول المتاحات أمام الشرعية في الرد على استهداف جيشها المرابط في الثكنات المتتبع لتعامل الشرعية اليمنية مع قرار الحرب لا يرجو منها الكثير أو ربما لا يعول على ردة فعل تجبر قلوب أهل الضحايا فباستثناء اتهاماتها للميليشيا بالوقوف وراء الهجوم دعا وزير النقل صالح الجبواني إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في مأرب وطالب الجبواني الحكومة بعقد اجتماع عاجل لها في الرياض للخروج بطلب لجنة تحقيق دولية وكانت جهات دولية عديدة منها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبرلمان العربي ومصر وتركيا أدانت الهجوم واعتبرته تصعيدا خطيرا للحرب في اليمن فهل تتشجع الشرعية بهذا الالتفاف الدولي حولها وتتحرك بما يسهم في خروجها من دائرة لا حسم؟ لربما